نجح تلسكوب جيمس ويب الفضائي في نشر جميع الطبقات الخمس لدرعه الشمسي الهدف النهائي لتلسكوب جيمس ويب هو اكتشاف الضوء الخافت للغاية والقادم من أبعد النجوم والمجرات تلك التي أضاءت الكون المظلم في مئات الملايين من السنين الأولى بعد الانفجار العظيم خطى التلسكوب الفضائي جيمس ويب خطوة مهمة على طريق نجاح مهمته من خلال نشر درعه الحرارية بالكامل وهو عنصر أساسي لإجراء استكشافاته الكونية المستقبلية ويتألف التلسكوب من خمس طبقات كل منها بحجم ملعب لكرة المضرب مهمتها حماية الأدوات العلمية من الحرارة الشديدة للشمس وقد جرى تمديدها بدقة قبل شدها بالكامل واحدة تلو الأخرى منذ الاثنين الماضي وبسبب حجمه الضخم الذي يحول دون وضعه داخل صاروخة طبي التلسكوب على نفسه بما يشبه فنطي الورق ويتعين نشره في الفضاء في مهمة فائقة الخطورة وكان نشر الدرع الحرارية من أصعب المحطات في هذه المهمة وبقي التلسكوب الأقوى على الإطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء محط انتظار طويل من علماء الفلك على مستوى العالم أجمع منذ ما يقرب من سلاسين عاما وذلك لمراقبة الكون بإمكانات غير مسبقة خصوصا أولى المجرات التي تشكلت قبل بضعة مئات ملايين السنين بعيد الانفجار العظيم وانطلق التلسكوب قبل أكثر من أسبوع من مدينة جويانا الفرنسية وهو حاليا على بعد أكثر من 900 ألف كيلو متر من الأرض ولا يزال في طريقه لبلوغ مداره النهائية على مسافة 1.5 مليون كيلو متر من الأرض بما يساوي المسافة الفاصلة بين كوكبنا والقمر أربع مرات ولذا يتعين إجراء عملية النشر التي يتحكم بها من بلتمور على السواحل الأمريكية الشرقية من دون أي خطأ ويتناوب أكثر من 100 مهندس حاليا على مدار الساعة لتأكد من أن الأمور كلها تحصل وفق المخطط الموضوع لها